أستاذ إبراهيم من العليوبية اتفضل السلام عليكم يا فندي وعليكم السلام وراح تلوه بركاته أستاذ تتكلم لها السؤالين يا فندي اتفضل السؤال الأولاني أنا كنت خارج من الجامع بعد ساتة العشق فلقيت 15 جنيه فأنا طبعا رحت بلقت بتاع الجامع وبلقت الأول اللي قدام الجامع يعني تلقى أنا لقيت مبلغ فلو حصل علي رقم تليفون هو توسمعه فما حد تستبدأ لهذا دلوقتي لسه انت تنتظر بقى انت قدامك طريقين الطريق الأولاني توديه إلى الشرطة وده مكان للحفظ مناسب أو تخليه معاك وتعرفه لغاية ما فيه مدة معينة في الفقه هي سنة فتعرفه فإذا عرفته وجيه صاحبه هتدهوله مجاز صاحبه عندك ثلاث مسارات مسار الأولاني ان انت تتصدق بيه على اسمه الحاجة التانية ان انت تتملكه فإذا جاءه وطلبه وتتعطيله الحاجة التالتة ان انت تعطيل الفقراء ويخرج كذا كذا يعني بقى لبعيد ينفى فن نعم انت بعد العيد بص يا سيد عشو بس يكون واضحين المبلغ اللي عندك ده انت مفروض ان هو صاحبه مازالت يده عليه مازال مالك اللي هذا المال انت قررت ان انت تخلي المال عندك هتفضل تعرفه مدة المفروض ان هي تصل إلى سنة طب اذا وصلت سنة طب ده يبقى صعب يبقى ايه اللي حاصل يمكن بعد مدة المفروض يوصل لي الخبر ده اذا تملكته اذا كان هو جاء هترجع له هذا المال اللي هو طلبه خلاص واضح الله يرضى عنكم ومبرك فيكم مسيح